بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله ابتدئوا حيث انتهيتوا من الومضة السابقة بعدما تحدث الصديق رضي الله عنه مع الصحابة الكرام وقال لهم إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم أبدا فعلا توجه القعقاع إلى اليمام وكان القعقاع يعد بألف فارس وعندما وصل إلى سيدنا خالد فرح به كثيرا فاصطحبه وتوجه به وبجيشه نحو منطقة كاظم في الكويت وكتب سيدنا خالد إلى هرمز عاكم الأبلة كتب له رسالة تهديد وهذه خلاصتها أما بعد أسلم تسلم أو أبقوا على دينكم وادفعوا الجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة فغضب هرمز وأرسل كتاب خالد إلى الإمبراطور الفارسي أردشير فغضب هو الآخر غضبا شديدا وصمم أن يلقن العرب درسا لن ينسوه أبدا في حياتهم ولما سمع سيدنا خالد لما سمع بردهم ورفضهم سار بجيشه إلى منطقة الحفير جنوب غرب البصرة قرب الزبير وكان هرمز رجلا متهورا أحمقا متغطرسا يحمل على العرب حقدا وغيظا بل كان يعاملهم باحتقار وازدراء وكان العرب أيضا يكرهونه ولكن كانوا خاضعين له خوفا من بطشه وغدره لأنه كان معروفا بخبثه حتى شاع المثل العربي الذي يطلقونه على كل إنسان غادر يقولون عنه هذا أخبث من هرمز فقام هرمز وأخذ جيشه الذي كان تعداده ضعف تعداد جيش المسلمين فخرج من ميناء الأبلة وكان لا يريد أن تكون المعركة في الأبلة حفاظا عليها من الخراب والدمار فقاد جيشه باتجاه الكويت ينتظر جيش المسلمين في منطقة كاظمة لأنها تقع على طريق اليمامة ولأن هرمز يعلم أن جيش خالد قادم من اليمامة فلابد له أن يمر جيش خالد بكاظمة فسبقه إليها وأخذ هرمز يرتب صفوف جيشه ويقسم واجباته وأمر أن يقيد المقاتلون المشكوك في ولائهم مثل العرب وغيرهم أن يقيدوا بسلاسل من حديد كي لا يفر أحد منهم من أرض المعركة لذلك سميت بمعركة السلاسل أو معركة كاظمة وكانت الصدمة التي أذهلت هرمز عندما علم أن جيش خالد قد غير وجهته وبدل طريقه وسلك الخط الشمالي وزحف إلى الأبلة من شمالها فخاف هرمز أن يقوم خالد ويسيطر على الأبلة سيما وهي خالية من الجيوش فتحرك فورا راجعا إلى الأبلة راجعا بأحماله وأثقاله وبعدته وعدده في رحلة شاقة أنهكت جيشه وأتعبت مقاتليه خشية أن يصلها خالد قبله لكن سيدنا خالد تعمد أن يسير ببطئ فهو لا يريد أن يصل إلى الأبلة قبل أن يصلها هرمز وعندما وصل هرمز إلى الأبلة صعق مرة أخرى عندما علم أن خالد قد غير طريقه وبدل خطته واتجه نحو كاظمة ومنها سينطلق لمواجهة الأبلة عند ذلك قرر هرمز وحفاظا على الأبلة من الخراب والدمار أن يعود ثانية إلى كاظمة لمواجهة خالد فيها فأخذ الجيش الفارسي يتذمر من الجهود يتذمر من التعب والذهاب والإياب لأن أحماله كانت ثقيلة وحركته كانت بطيئة وفي هذه الأثناء سيطر سيدنا خالد على المنطقة واختار مكان المعركة وقسم الجيش فيها ووضع الخطط واستعد للقتال وأخذ المسلمون ينتظرون جيش هرمز وهم بأريحية تامة عندها رجع هرمز إلى أرض كاظمة بجيش منهكين ومتعب ومتذمر ومتشائم وفيه عشرات الألوف من الجنود المدججين بالأسلحة الكثيرة الحاملين للمعدات الثقيلة القاطعين للمسافات الطويلة وبهذه الطريقة استطاع سيدنا خالد أن يتعب جيش الفرسي نفسياً وجسدياً قبل خوض المعركة وعندما وصل جيش هرمز وجد أن خالد قد سبقهم إلى المكان واختار أرض المعركة ونال قصطاً من الراحة وتهيئ للقتال واتخذ من الصحراء ميداناً لمعركته وجعل التلال خلفه ليحمي بها ظهره هنا بدأ الجيش أن يستعداني للمعركة الفاصلة فنشر سيدنا خالد جيشه وجعل الميمن بقيادة عاصم بن عمر التميمي أخو القعقاع وعلى الميسرة عدي بن حاتم الطائي وبقي سيدنا خالد في وسط المعركة في القلب فنزل هرمز إلى أرض المعركة وسل سيفه وأخذ ينادي عبر ترجماني أين خالد؟ وكان هرمز رجلاً مبارزاً قوياً جسوراً لم يخسر في معركة في حياته وأخذ يصيح أين أنت يا خالد؟ فخرج له ابن الوليد ووقف منه على خطوات والإثنان أقرب إلى الجيش الفارسي فقام هرمز وسل سيفه ونزل عن فرسه وضربها بيده فرجعت إلى جيشه وأشار إلى خالد هيا تقدم تقدم وقاتلني على الأرض إن كنت بطلاً فيأقف سيدنا خالد وتقدم إليه ونزل عن فرسه وضربها بيده فرجعت إلى جيشه ولم يكن سيدنا خالد يعلم أن هرمز قد بيت له مكيدة خسيسة وحيلة غادرة لقد اتفق هرمز مع جيشه قبل أن ينزل مع خالد للمبارزة اتفق أن يخبئ مجموعة من فرسانه خلف الصف الأمامي وقال لهم إذا رأيتموني قابلت خالداً فاهجموا عليه واقتلوه وكان الفرس متأكدين يومها أن خالد سيقتل لأم حاله فبدأت المنازلة وفي هذه الأثناء انطلق فرسان الغدر باتجاه سيدنا خالد وكانت هذه أخطر المواقف التي مرت على خالد لأنه كان راجلاً يمشي على قدميه وقد هجمت عليه خيول هرمز ويومها كان القعقاع بن عمر يقضاً منتبهاً إلى كيدهم ومكرهم فركب فرسه وتقرب من خالد خوفاً عليه من خبث هرمز ومن غدره وعندما انطلق فرسان الغدر باتجاه خالد تصدى لهم القعقاع وأخذ يقاتلهم بشراسة نادرة وبشجاعة قاهرة فقتل أثنين منهم وأخذ يحمي ظهر خالد وفي هذه اللحظات يقوم سيدنا خالد ويصول على هرمز فينقض عليه كالأسد الجريح فيقتله فصاح المسلمون الله أكبر كلهم كبر الله أكبر وعندما شاهد فرسان الغدر رأس سيدهم بأيدي خالد رجعوا إلى مكانهم مذعورين مرعوبين عندها قام سيدنا خالد وأمر الجناحين بالهجوم العام فانقضوا عليهم وتحقق نصر الله وهكذا انتصر الحق على الباطل انتصر خالد على المكر والخديعة غر جهولاً أمله يموت من جاء جله ومن دنى من حتفه لم تغني عنه حيله والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله حياءكم الله و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة